زي مثلا التلميذة زي دور شدية لما هي كانت مستعرية من مامتها شايفان دي وصمة عار ان مامتها شغالة بتساعد في البيت الناس دي اللي حاسة ان هي بدونية انت زي تخليها ترضى هو الحقيقة ان الشعور بدونية هو معنى نفسي وعلشان اعالج اي معنى نفسي بيطرق على ذهني لابد اعالجه عن طريق قيمة انا متبنيها القيمة اللي انا متبنيها ان اعلم ان هناك اله وهذا الاله هو الرازق والمدبر لهذا الكون هو اللي جعل الام وظيفتها كده في الحياة ببساطة وانا وظيفتي ان انا اطور لانه مفيش ابن بيطلع زي اهله ولا اهله بيرضون بيطلع زيهم بالعكس دايما طول الوقت نسمع الام هاتو الابات وانا عايزك يا ابن تبقى احسن مني وافضل مني فاذا كان الاب ووظيفته في الحياة انتهت عند هذا القدر وهكذا انت وظيفتك انت انك تسعى انت بقى اللي تعمل مستقبل لنفسك وتكمل مستقبلك وتكمل حياتك بناء على التصور ده بناء على التصور انه فيه قيمة انت متبنيها فهذه القيمة تجعلك طول الوقت انت راضي لماذا اصبح اطفال الانترنت اليوم اقل سعادة اكثر اكتئابا وغير مستعدين للوصول الى مرحلة الندق انه انا طول الوقت عندي حالة من التمرد على الاب والام وعندي ارتباط شرطي عند الجيل الجديد ارتباط شرطي ما بين الكبر وعدم الفهم في الحياة انتم ما تعرفوش اللي احنا نعرفوه انتم مش مدركين اللي احنا ادركنا طول الوقت انتم في عالم واحنا في عالم وانتم فعامين حاجة واحنا بقينا في حاجة وده مدخل لعدم الرضا في الحياة